يقول إيلون ماسك ليس عيبا أو ليس من قلة الأدب أن تغادر ولكن من قلة الأدب أن تجبر شخصا على البقاء وأن تضيع أو أن تضيع وقتهم واحدة من القواعد الأساسية في الإنتاجية وإدارة الوقت بذكاء وبقوة وزيادة الإنتاجية المتعلمها من إيلون ماسك الملياردير الشهير اللي ثروته تجاوزت قريبا 253 مليار دولار في الوقت الحالي وهو معروف عن نونو بيكره الاجتماعات بشكل كبير جدا على الأقل الاجتماعات لماء الهداعي والقاعدة الأولى بالنسبة إيلوف في زيادة الإنتاجية واستثمار وقتك بشكل سليم هي أن تتجنب الاجتماعات التي تستطيع أن تتجنبها يعني مش كل الاجتماعات مفيدة مش كل اللقاءات مفيدة الاجتماعات واللقاءات مفيدة بالقدر اللي هي مفيدة فيه بالقدر المطلوب فقط لأنه معظم الناس اللي بيطلع على النجاح وخصوصا في عالم الأعمال هي عبارة عن اجتماعات متواصلة لقاءات متواصلة ولكن ما فيها شغل فعلي هي فقط عبارة عن اجتماعات ولقاءات لكن إيلون ماسك يختلف مع ذلك بقوة شديدة وهو معروف عنه وحكى عن هذا الموضوع أكثر من مرة وفيه ماكن كثيرة عن فكرة تجنب الاجتماعات وعن فكرة قديش أنه الاجتماعات هي مضيعة للوقت معظمها على الأقل مضيعة للوقت ووقت الشركة ووقت الموظف ولذلك يا صديقي إذا بدك أن تمتلك زمام السيطرة على وقتك وتكون صاحب جاز عالي وانتاجية مرتفعة يجب أن تتجنب الاجتماعات التي يمكنك أن تتجنبها ما تخجل تعتذر لما تحس أن الموضوع في مضيعة لوقتك ما تخجل تغادر لما تحس أن الموضوع زاد عن حده وآن الآن وقت المغادرة هذه القاعدة الأولى لزيادة الانتاجية والنجاح والإنجاز الكبير من وجهة نظر إيلون موسك الملياردير العالمي الشهير وباقي معنا ست أسرار وست قواعد يعيش عليها إيلون موسك بلنا نتعلمها اليوم عشان برضو نأخذ جزء من العادات الإيجابية التي ساعدت هذا الإنسان على النجاح حتى إحنا أيضا ننجح في حياتنا ونتقدم أكثر وأكثر فخليك نتابع أهلا وسهلا فيك من جديد القاعدة الثانية أو النصيحة الثانية التي نأخذها من إيلون موسك وهي من النصائح العميقة جدا التي تساعدنا في الإنجاز وفي النجاح بشكل عام الشخصي والاجتماعي والمهني تقول لك استخدم ألفاظ ولغة بسيطة سهلة في التواصل وهو أيضا من الناس المعروف عنهم أنه يكره بشدة الكلمات المعقدة وأصدر أكثر من مرة تعليمات في شركته تقتضي بتقليل استخدام الاختصارات والكلمات المعقدة لأنه هو بيعتقد أنها تعطل التواصل ولما نعطل التواصل هذا يقلل من الإنجاز ويقلل من الإنتاجية فبالتالي إذا إحنا بنا نكون أشخاص منتجين بدي يكون تواصلنا مع الناس بشكل واضح سلس مفهوم نتجنب التعقيدات وكلما زاد التعقيد هذا بدل أنه إحنا أصلا مش فاهمين الشيء بعمق وبشكل صحيح فبدنا نشتغل على أنفسنا نوضح ونسهل التواصل مع أنفسنا ومع الآخرين حتى نزيد الإنجاز والإنتاجية وهنا يا صديقي شو رأيك في الموضوع؟ هل تعتقد فعلا أنه إيلون ماسك على حق؟ هل التواصل لما نتواصل بطريقة بسيطة واضحة بيكون أفضل للجميع؟ ولا باعتقادك الأمور لازم تكون معقدة وعميقة عشان نقدر نوصل لنتائج دقيقة ونتائج كبيرة؟ شاركنا رأيك في التعليقات وخلينا ننتقل عن النقطة اللي بعد وطبعا بما أنه متكلم عن النجاح والإنجاز والإنتاجية ومنتكلم عن نصائح من إيلون ماسك واحد من الأشخاص المعروفين في مجال المال والأعمال بحب أحكي لك لو أنت من الناس المهتمين بزيادة دخلك بأنك تصنع مصدر دخل إضافي بخطوات بسيطة وسهلة بحيث أنه أنت تحول خبراتك وشغفك ومهاراتك إلى مشروع مربح ومصدر دخل من خلال الإنترنت من بيتك ومن أي مكان في العالم أدعوك للتسجيل معنا في المحاضرة المجانية اللي بتعلمك الخطوات اللي أنت محتاجها حتى تحصل على مصدر دخل إضافي أوتوماتيكي بشكل سهل ومريح من أي مكان في العالم التفاصيل جميعها حتلاقيها بالرابط الموجود مع هذا الفيديو بعد ما تنتهي طبعا من المتابعة بإمكانك تحجز مقعدك مجانا معنا في المحاضرة اللي راح تكون متاحة لفترة محدودة جدا بشكل مجاني النصيحة الثالثة ورح شوي تكون مخالفة للمنطق أو للاعتقادات الشائعة أو للكلام اللي كثير سمعناه عن الإنتاجية هي فكرة تعدد المهام دائما لما تسمع أي فيديو أو أي نصيحة عن فكرة زيادة الإنتاجية والإنجاز بيقولك أنت تجنب تعدد المهام لازم دائما تركز على مهامة واحدة لأنه العقل بيتشتت وما بتقدر أنت تعمل أكثر من شيء بنفس الوقت طبعا هذا في جزء من الصحة ما بننكر أنه هذا الكلام صحيح ولكن من وجهة نظر إيلون ماسك أنه هو إنسان عنده شركات كثيرة بيديرها عنده أسرة كبيرة عنده عدد من الأطفال بيحتاج أن يقضي معاهم وقت يقيم في عدة دول فهو بيسافر بكثرة عنده مشاغل كثيرة فبالنسبة له شبه مستحيل أنه لازم في كل وقت يركز على مهمة معينة فمعروف عنه أنه بيقول أنه أنا بإمكاني أجلس مع أطفالي وتابع الإيميل بنفس الوقت وإلا إذا ما عملتك رح يكون مستحيل علي أني أستمر في حياتي فاللي بنستفيده من هذه العبرة هي أنه إحنا ممكن نعمل بعض المهام مع بعض في حال أنها ما بتتعارض لكن ما نعمل أشياء محتاجة تركيز كبير مع بعض في نفس الوقت يعني أنا مع أطفالي مع أسرتي ممكن مثلا أرد على الإيميلات أنا بعمل شيء معين مش محتاج تركيز عقلي شديد فبإمكاني أيضا أضيف مهمة إضافية بالتوازي معاها حتى أستثمر الوقت بشكل أفضل فما بيتعارض هذا الموضوع مع فكرة التركيز ولكن بدنا نكون واعين إيش هي الأشياء اللي منركز عليها رقم أربعة خلل من المتغيرات قدر الإمكان عبارة أو حكمة أو مثل مشهور جدا بيقولك لا تضع البيض كله في سلة واحدة إيلون ماسك عنده رأي مختلف شوي من هذا المثل أو عن هذا المثل بيقولك ما في مشكلة أنك أنت تضع البيض كله في سلة واحدة بشرط أن تكون تعرف مصير وما سيحدث لهذه السلة بمعنى أنه أنا لما أكون عارف الموضوع بدقة فاهم تفاصيله عندي قدر من السيطرة عليه وعارف لوين رايح هذا الموضوع بإمكاني أركز وأضع كل طاقتي وكل جهدي في هذا الشيء المحدد الواحد اللي أنا عارف هو لوين رايح أو عارف إيش الاتجاه اللي رح نسلكه بهذا المشروع قد يكون هذا شيء معين في دراستك في عملك في علاقاتك الاجتماعية أحيانا أنت بدك تحط كل وقتك على مشروع معين على شيء جديد شخص بده مثلا يركز في شغف ويركز في مشروع جديد فما في مشكلة أنك أنت تركز وتضع كل وقتك وانتباهك على شيء محدد ولكن أنت لازم تقلل من المتغيرات اللي موجودة في حياتك حوالين هذا الشيء تقلل من الالتزامات الأخرى اللي موجودة عندك تقلل من المسؤوليات الأخرى اللي موجودة عندك بحيث أنه أنت قادر تكون قادر أن تسير بقوة وبثبات نحو هذا الشيء رقم خمسة كن إيجابيا ولا أروع من أن نسمع هذه النصيحة من شخص ناجح في حياته وحقق نجاحات كبيرة جدا وعنده ثروة طائلة ثروة كبيرة فيعني هذه النصيحة بيكون لها طعم آخر لما تسمعها من شخص مثل إيلون ماسك لما تسمعها من واحد حقق هذه النجاحات ويقولك كن إيجابيا ومش بس هيك معروف عنه إيلون ماسك إنه في عبارة أو في مقولة شهيرة بيقولك أنا أفضل أن أكون متفائلا وعلى خطأ على أن أكون متشائما وعلى حق هل نعيدها عشان نركز فيها مع بعض أفضل أن أكون متفائلا وعلى خطأ أو أكون متفائلا ومخطئا على أن أكون متشائما وعلى صواب أو على حق وهذا بيعطينا فعلا دليل قديش هو بالنسبة له الإيجابية مهمة وقديش بالنسبة إلك ولأي شخص بده ينجح ويحقق إنجاز كبير ونجاح كبير في حياته يجب يجب أن يتحلى بالإيجابية لأنه لو كان متشائم وإجاد الضغوط وإجاد المتغيرات في الحياة رح يستسلم لكن لو أنه متفائل رح يكون قادر أن يجابه ويواجه هذه التحديات والمتغيرات حتى لو كانت كثيرة فالتفاؤل والإيجابية عنصران أساسيان لنجاح أي شخص ناجح طبعا لما نتكلم عن الإيجابية هي ليست الإيجابية المطلقة اللي هي بتصفي عايش الواحد في خياله وفي أحلامه فقط ولذلك النصيحة السادسة والسر السادس لنجاح إيلون ماسك بيقولك كن واقعيا أو هو بيحكيها بلغته الخاصة اعرف حدودك الشخص المتفائل شخص ينطلق بقوة وبإيجابية ولكن من نفس الوقت الإنسان لازم يكون عارف حدوده حدود قوته قدراته إيش الأشياء اللي أنا بقدر أعملها شو الأشياء لأنه محتاج مساعدة آخرين فيها أين تنتهي قدراتي وتبدأ مهارات وقدرات الآخرين كل هذه الأشياء هي عناصر أساسية لأي رائد أعمال ولأي شخص بده ينجح في حياته وفي عمله لأنه إذا أنت ما كنت عارف حدودك ما رح تعرف متى تتوقف ما رح تعرف متى تبدأ فلازم تكون عارف حدودك دارس الواقع من حولك عارف إيش في مشاكل أنت لا تنكر المشاكل ولكن تنظر لها بإيجابية وهذا الفرق ما بين الإيجابية الحقيقية وما بين الإيجابية الحالمة اللي ما إلها أساس واقعي على الإطلاق وهذا يقودنا للنقطة السابعة نصيحة السابعة وسر السابع لنجاح إيلون موسك بيقول لك تواصل بشكل فعال إحنا ذكرنا في نقطة سابقة فكرة التواصل باستخدام لغة بسيطة وواضحة وهذا مهم جدا أنه إحنا محتاجين نكون متواصلين أو أشخاص على تواصل فعال مع الناس المهمين في حياتنا سواء مع أسرتنا مع فريقنا مع زملائنا الناس اللي إحنا شغالين معهم على مشاريع مع بعض الناس اللي في حياتنا بالمناسبة أهلك في بيتك أنت شغال معهم على مشروع حياتكم المشتركة فهو أيضا مشروع مشترك إحنا محتاجين تكون قنوات التواصل ما بيننا فعالة ومعروف عن إيلون موسك أنه قال فعلا هي معظم المشاكل تكون بسبب ضعف التواصل فلما نكون شغالين على مشروع لازم أنا أخبر الناس اللي حوالي يكون هم على الطلاع مع معرفة بالتفاصيل اللي هم يحتاجين يعرفوها ما تكون في أشياء مبهمة ما يكون في تواصل يفسر بأكثر من طريقة خلاص الأمور واضحة إحنا واضحين مع بعض واضح الهدف اللي إحنا رايحين عليه فكل هذه الأشياء بتساعدنا أنه إحنا نتواصل مع أنفسنا بشكل أفضل ومع الآخرين بشكل أفضل وسنكون بذلك أكثر نجاحا وأكثر قدرة على حل أي مشكلة قد تطرأ وقد تحدث لا قدر الله بسهولة وبقوة وطالما نتكلم عن الإنتاجية وزيادة الإنتاجية شيء مهم جدا نتعلم كيف ننظم وقتنا في خرفات شائعة جدا بالمناسبة عن تنظيم الوقت معظم الناس بفكروها حقيقة ولكنها خاطئة جدا جدا هذا بالضبط اللي شرحته إليك بالفيديو التالي اللي الآن يظهر أمامك على الشاشة واللي باعتقادي هو اللي لازم تبدأ بمتابعته الآن اضغط على الرابط شاهد ولا تنسى التطبيق وألقاك هناك السلام عليكم سائد يونس